ونحن نتحدث عن الحرب على الحقيقة ترصد عين الكاميرات بشكل شبه يوم استهدافاً مباشراً وبقصدية عالية للصحفيين العاملين في الميدان والذين يقومون بدورهم الإنساني والمهني بتغطية فصول الحرب التي تواصلها إسرائيل على الشعب الفلسطيني نحن نتابع هذا التقرير الذي يؤصل إلى مسلف من القول شهرين ويزيد من هذه الحرب الإسرائيلية الشعواء على الشارع الفلسطيني استهدفت الحجرة والشجرة والبشر ولم تبقي ولم تمر هذه الصواريخ التي وصفت أوزانها بالأطنان سقطت على رؤوس المدنيين هنا دمرت أحلامهم ومنازلهم وممتلاكاتهم فعلياً هذه الصواريخ وهذه الغارات لم تستثني أحد فوادر أكاديمية، أطباء، إعلاميين، أطقم صحفية وأطقم طبية بالإضافة إلى مهندسين وكافة أطياف الشارع الفلسطيني كان عرضة لهذه الصواريخ ولهذه الغارات فقدنا الكثير وما زالت هذه الحرب مستمرة إلى ما لا نهاية حتى هذه اللحظة في أفق واضح إليها الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تقويض الرسالة الفلسطينية بشكل واضح لعمليات اغتيال للصحفيين، عمليات تدمير منازلهم واغتيال عائلاتهم في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني عن حول الحقيقة أمام الرواية الإعلامية التي يحاول التسويق إليها دولياً ولكن يبدو أنه فشل في هذه الرسالة محاولاته كلها باءت بالفشل الإعلامي الفلسطيني ما زال صامداً وصابراً ومستمراً في تقديم الرسالة الإعلامية مهما نكل الجيش الإسرائيلي تعلياً 89 صحفياً فلسطينياً تم اغتيالهم خلال هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العشرات منهم فقدوا منازلهم والعشرات أيضاً فقدوا عوائلهم وبشكل كامل عبر تهديدات إسرائيلية مباشرة وتهديدات أيضاً من قبل المستوطنين الإسرائيليين بالإضافة أيضاً لتضييق الخناق الواضح على العمل الصحفي من خلال إغلاق الاتصالات وشبكات الإنترنت وقطع غزة عن العالم لكن كل ذلك لم ينجح إسرائيل في عملية إسكات الصوت الفلسطيني ما زال هذا الصوت يحدث صدى وما زالت الرواية الفلسطينية هي الأصدق وهي الأقوى لبرنامج بيت للكل خول الخالدي من أماكن النزوح دير البلح